اهلا بحضراتكم من جديد من رحب بضيف وضيف كل مشرفنا ومنورنا ودايما ليه تحليلات مهمة جدا نجمع الاهل السابق كابتن رمضان السيد طيبا طيبا سلامة وكسان طيبا محمد منور الدنيا كابتن رمضان اهلا بيك طيب بالتأكيد يعني معنا كابتن رمضان السيد يعني نسمع النهاردة رؤية فنية في العديد من المواقف المهمة جدا للنادي الاهل خلال الفترة الحالية بداية كابتن رمضان كسبنا الهلال نتيجة كبيرة التأهل لدور الربع النهائي اكيد ده هدف مهم لكن طبعا الاهل دايما بيلعب على البطولة مش المقياس بالنسبة له التأهل من دور المجموعات ولكن بالنسبة لحضرتك شفت الفوز على الهلال يعني الفوز بتلاتة سفر التأهل لدور ربع النهائي مباراة في الدوري بكرة مباراة المحلة يعني بشكل عام شايف الرؤية الحالية للأهل ازاي اعتقد طبعا انا في بداية بس كلام الحقيقة محمد بقول طبعا ألف الحمد لله على السلامة للكابتن محمود القطيب الحقيقة عودية والحقيقة الحمد لله رب العالمين وده حاجة حاجة كبيرة جدا بالنسبة لجمهور الاهلي وبالنسبة للنادي الاهلي والتاريخ النادي الاهلي ستورة يعني الحاجة التانية طبعا مباراة الهلال الحقيقة الجمهور الجمهور يعني حاجة مشرفة حاجة جميلة يعني حاجة ما حصلتش من فترة كبيرة جدا 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 وجمهور اللي احنا معودنا على كده احنا كل ما نحتاجه نلاقيه واللاقيه بكوة واللاقيه يعني بالجمال اللي هو كان فيه في المباراة الحقيقة اعتقد ده كان سبب رئيسي يمكن احنا دايما بنقول الجمهور بيبقى رقم 12 أنا في رأيي لا جمهور النادي أهلي بالذات على طول في كل مباراة رقم واحد المباراة طبعا أعتقد أننا مجرد أننا جدنا الأمل أو عودة الأمل لنا من ضربة الجزاء التي تصدد الحياة من حرس مرمى سان داونس أنا خلاص قلت أننا إن شاء الله بإذن الله هنكسب مباراة الأهل ونكسب المباراة الأهل المصدرية على طول خلاص من أول ما تصدد الكرة دي أنا ما فيش أي شك قلت خلاص إحنا ربنا جابهة لنا وإحنا هنتمسك بيها وإحنا هنعرف نكسب وبمسندة جمهورنا هنعرف نكسب بشكل كويس قوي طبعا الحقيقة المباراة طبعا إحنا يمكن سيطرنا عليها في أول 25 دقيقة لغاية ما أحرازنا الهدف الحقيقة لكن يمكن آخر 15 دقيقة أو 12 دقيقة في الشيط الأولاني إحنا بتدينا نتراجع وما أعتقدش يعني كان فيه سبب أن إحنا نتراجع الحقيقة لكن بعد كده الحقيقة إحنا الشهوط الثاني إحنا كويسين والشهوط الثاني الحقيقة من نزول طبعا حسين الشحات ورقة ربحة ربحة طبعا ورقة ربحة جدا ومن نجوم حاليا بس خلي بالك أسامة حسين الشحات مش مباراة الهيال أو مباراة الفترة بقاله دلوقتي حوالي 15-20 مباراة خلاص هو ده حسين الشحات هو ده حسين الشحات اللي احنا كنا بنتابعه مع المقاصة هو ده حسين الشحات اللي احنا محمد كنا بنشوفه مع النادي العين الإماراتي وأقوى بقى كمان يعني أنا في رأيي كمان على أقوى كمان الحاجة التانية المباراة دي فيها حاجات إيجابية حاجات كتير قوي يعني أنا في رأيي كمان الحاجة الإيجابية مروان عطية مروان عطية يمكن أنا كنت في أحد البرامج الحقيقة كانت صفقة مهمة للنادي الأهلي جدا تقالات الشتوية مروان عطية طبعا من أهم الصفقات يعني مروان عطية أنا كنت في أحد البرامج الحقيقة وكنت بتسئل هل مروان عطية يقدر يلعب على السلية يقدر يلعب على الحندي فتح يقدر يلعب على ألو ديانج قلت له مروان عطية يبقى رقم واحد والرقم واحد مش في النادي الأهلي هي برقم واحد في خط وسط منطقة مصر وتمتبعه وبعدين اخر حاجة شفتها له اللي انا خلاني ان انا اقيمه كده موارات اسوان لعيب انت عارف ايه لعيب متمكن لعيب مش ديفندر اللي هو بيستخلص بس ولا ده بيستخلص وبعدين بيعمل الكرة الباينية الطولية بمنتهى الاتقان عنده اتقان فيها بشكل كبير جدا جدا وفي نفس الوقت يا محمد يعرف يعمل المساندة الهجومية يعرف يدخل نفسه في التزديد والتزديد بتاعه كله تزديد يعني مؤثر اه طبعا فالحقيقة دي من ضمن الحاجات طبعا برضو طب من ضمن الإيجابيات مش عايزين ننسى برضو الهدف الاولاني اللي فتح المباراة طبعا هدف من الاهداف الحلوة الملعوبة طبعا ده هدف على فكرة سيارة هدف علامي ده من اهداف الكابتل محمود الخطيب اه لو تفتكر مباراة محل 4-0 فساد القاهرة نفس اللعبة بالضبط عمل الرجل كده منفقيه ورح وش رجليه يعني بطن رجليه هو عارف بيعمل ليه بطن رجليه وعارف هيوديها فين الحياة كهربا طبعا ما فيش مشاركة ليه في الفترة الأخيرة بعد عودته إلا ما كان عنصر مؤثر جدا وصانع الفارق يعني أنا في رأيي ان كهربا كل المباراة اللي لعبها في الفترة الأخيرة هو اللي مؤثر وبيصنع الفارق وكهربا لو هتقولي بقى يعني انت بتكلم على صفقة مثلا أفريقية صفقة مثلا مهاجم سوبر أنا في رأيي ان ما فيش حد ييجي زي كهربا في الفترة اللي فيها تديه ده لا كهربا مركز والحقيقة بتمرن بمنتهى الجدية ومحدش أبدا كان يتوقع ان كهربا العودة بتاعته بعد ست شهور إقاف بالقوة دي لا يعني كهربا حقيقة يستاهل الإشادة بشكل في كل مشاركاته أي مشاركة شارك في كهربا في الفترة اللي فاتت يا أسما بعد عودته لا طبعا مشاركة مؤثرة جدا وبيصنع الفارق في كل مباراة بيرستاو زي ما هنتكلم على حسين الشحات بيرستاو برضو كابتال ربان بيمر بحالة فنية جيدة جدا جدا حتى في المباراة اللي اتهزمنا فيها سانداونز سانداونز هناك كان واحد من نجوم المباراة عمل الفارق فيها يعني بالشكل الهجومي كان نقطة مهمة فيها مباراة القطن اللي بعدها بكم يوم المباراة هنا اللي كانت في مصر يعني بقاله فترة لا بقاله فترة وبيستاو الحقيقة يعني أنا عاوز أقول إيه يا سامة بيرستاو يعني لما تيت قايمه فنيا لا فنيا هو عالي جدا